السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث قسم الإلكترونيات وقسم الحاسبات بالمدارس الصناعية أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض المراجعة اللي احنا كنا بدأناها في الحلقة اللي فاتت بالنسبة لمادة التخطيط وإدارة الإنتاج احنا طبعا كنا عملنا مراجعة في الحلقة اللي فاتت مراجعة عامة على منهج التخطيط وكانت عبارة عن سؤال بإجابة وإن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض بقية المراجعة دي وزي ما انتوا عارفين طبعا إن الجزء الأخير في المنهج بيتكلم على كيفية عمل المؤيسات المختلفة بالنسبة لتخصص الإلكترونيات والحاسبات إن شاء الله النهاردة أنا عمل لكم مجموعة من المؤيسات المختلفة بحيث إن احنا نقدر نعرف نعمل المؤيسة أيا كان نوعها بقى زي ما انتوا عارفين طبعا إن في مؤيسات خاصة بالإنشاء اللي هي إنشاء الدوائر الإلكترونية وفي مؤيسات خاصة بالتركيب اللي هي تركيب الأجهزة الإلكترونية ومؤيسات للإصلاح اللي هي بتتكلم على كيفية حساب التكاليف اللازمة لإصلاح الأجهزة الإلكترونية زي إصلاح جهاز كمبيوتر مثلا وفي مؤيسة تجميع أو إعداد هنبدأ مع بعض دلوقتي في بعض الأسئلة النظرية الأول ناخدها مع بعض وبعدين بعد كده نخش على المؤيسات تعالوا مع بعض نبص كده على أول سؤال طبعا إحنا كنا وقفنا في المراجعة الحلقة اللي فاتت عند أنواع الشراء داخل الحكومة والقطاع العام ويمكن السؤال ده تكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت كان بيقول لي أذكر أنواع الشراء داخل الحكومة والقطاع العام أول حاجة طبعا من طرق الشراء المناقصات والمناقصة بتنقسم إلى ثلاث أنواع فيه مناقصة عامة ومناقصة محدودة ومناقصة محلية وطبعا أنتوا عارفين أن المناقصة دي إحدى طرق الشراء داخل الحكومة والقطاع العام ودي الغرض الأساسي منها حماية المال العام المملوك للدولة وهي بتكون عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية بتتخذها الجهة وتنظم طبعا بتنظم عمليات البيع والشراء داخل الحكومة وزي ما قلنا المناقصة فيه منها ثلاث أنواع مناقصة عامة ومناقصة محدودة ومناقصة محلية المناقصة العامة من اسمها كده يعني معناها بتخضع لمبدأ العلانية وتكافؤ الفرص يعني المناقصة دي بيتم الإعلان عنها محليا ودوليا في وسائل الإعلام أو في الصحف اليومية بهدف توسيع نطاق المشاركة يعني معناها كده أن الجهة الحكومية لما تكون محتاجة أن هي تشتري مستلزمات سواء إذا كانت مثلا أجهزة أو معدات أو خلافه وبتتكلف مبالغ كبيرة فحماية للمال العام المملوك للدولة بيتم الإعلان عن المناقصة بحيث أن شركات كتير تيجي تقدم وتقدم عطاءات بحيث أن هم يبعولنا المستلزمات اللي احنا محتاجينها دي وبتتشكل لجنة بعد كده وتختار أفضل سعر يعني أقل سعر وأحسن جودة المناقصة التانية اسمها المناقصة المحدودة والمناقصة التالتة اسمها المناقصة المحلية المناقصة المحدودة طبعا زيها زي المناقصة العامة لكن الاختلاف أنه ما بيتمش النشر في الحالة دي يعني المناقصة المحدودة بيتم دعوة مجموعة من الشركات عن طريق طبعا خطابات مسجلة أو عن طريق الفاكس علشان يتم مشاركتهم في المناقصة لكن بتسري عليها بقية الأحكام المناقصة المحلية طبعا بتكون مناقصة صغيرة ودي بتكون في نطاق المحافظة اللي بيتم فيها التعاقد النوع الثاني من طرق الشراء الممارسات والممارسات بتنقسم برضو لأنواع الممارسة العامة والممارسة المحدودة والممارسة بشكل عام برضو بنقول هي من طرق الشراء داخل الحكومة ودي عبارة عن مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية بتتخذها الجهة طبعا بغرض الحصول على عروض أسعار لإتمام عملية الشراء بصورة سهلة وسريعة وده بيكون بالنسبة للأعمال أو المستلزمات النمطية طيب تالت طريقة من طرق الشراء الشراء بالأمر المباشر وشراء بالأمر المباشر يعني معناها لا هنعمل مناقصة ولا هنعمل ممارسة شراء بالأمر المباشر يعني بيتم بموافقة السلطة المختصة يعني بنحدد الجهة اللي احنا عايزين نشتري منها المستلزمات وبنشتري منها على طول بموافقة السلطة المختصة زي ما قلنا وده بيكون في بعض الحالات يعني لحماية المال العام برضو لأن عملية الشراء بالأمر المباشر ديت بتتم بالنسبة مثلا للمستلزمات التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته أو جهة معينة يعني مثلا معدات معينة أو مستلزمات معينة موجودة عند شركة هي اللي بتستوردها مفيش اللي هي فطبيعي أن أنا هشتري منها لأن ما فيش قدامي حد غيرها فهنا في الحالة ديت أستخدم طريقة الشراء بالأمر المباشر أو ممكن طبعا بيتم برضو في الحالات اللي بيكون بيتم فيها تحديد الأسعار من الجهات الحكومية يعني الأسعار محددة مسبقة فبالتالي أن أنا هشتري على طول لأنه سعر سابت مش هحتاجي أعمل مناقصة ولا ممارسة وبرضو بتتم في حالات أخرى زي المستلزمات اللي بينص شراءها من مكان معين طبقا لطلب العميل يعني العميل اللي عايز مني منتجات معينة أو طلبية معينة هو بيشارت أن أنا أجيب له المواد الخام مثلا أو المستلزمات دي من جهة معينة فخلاص أنا هجيبها لهم المكان اللي هو عايزه وبرضو بتتم في حالة الشراء من الجهات الحكومية أو من شركات القطاع العامة الطريقة الرابعة بقى من طرق الشراء السلفة والسلفة بتنقسم إلى قسمين سلفة مؤقتة والتانية اسمها سلفة مستديمة والسلفة دي بنقول هي طريقة برضو من طرق الشراء ودي بتبقى عبارة عن مبلغ بيعهد به إلى أحد الأفراد العاملين في الوحدة الانتاجية وبهدف شراء بعض المستلزمات وبإحضار فطورة تثبت هذا الشراء يعني حد من العاملين مثلاً اللي موجودين في الوحدة الانتاجية بياخد مبلغ من الحسابات على زمة شراء أصناف معينة أو مستلزمات معينة ودي بتكون طبعاً مصروفات نسرية أو مصروفات بسيطة مش محتاجة أن احنا نعمل مناقصة أو ممارسة أو نجيب عروض أسعار فبتبقى أعمال بسيطة خالص يعني نجي نشوف السؤال اللي بعديه بيقول لي ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة من مسؤوليات المخازن توفير وقت وجهد أفراد الانتاج السؤال ده صح أو غلط؟ طبعاً الإجابة صحيحة طيب نقطة تانية يجوز الشراء بالأمر المباشر بموافقة السلطة المختصة أو السؤال اللي احنا كنا لسه قيلينه دلوقت من طرق الشراء داخل الحكومة الشراء بالأمر المباشر طبعاً الإجابة صحيحة رقم 3 لا يجوز الترخيص بأكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد في نفس الوقت يعني معناها إيه؟ معناها أن احنا أدينا لأحد الأفراد العاملين في الوحدة الانتاجية مبلغ على زم شراء مستلزمات معينة ولسه ما جابش الفطورة اللي تثبت هذا الشراء هل يجوز أن أنا أدي له سلفة تانية علشان يشتري مستلزمات تانية؟ طبعاً لا ما ينفعش لازم يجيب فطورة تثبت أنه هو اشتري المستلزمات الأولانية اللي كانت مطلوبة منه ويسدد السلفة الأولى وبعد كده ياخد سلفة تانية يبقى لا يجوز الترخيص بأكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد في نفس الوقت الإجابة طبعاً صحيحة رقم أربعة الأصناف المستديمة هي التي من طبيعتها تفنى بالاستعمال تفنى يعني بتخلص وهنا طبعاً من اسمها كده يعني حتى لو أنت ما كنتش قرية السؤال ده قبل كده الأصناف المستديمة الأصناف المستديمة يعني من طبيعتها أن هي دائمة ما بتخلصش بالاستعمال ودي زي مثلاً إيه؟ زي المعدات زي المكاتب زي الدواليب خلاص زي المكاتب الحاجات اللي احنا بنستخدمها وتفضل زي الأجهزة اللي احنا بنستخدمها وموجودة في مدارسنا حتى والمعدات بنستخدمها وتفضل موجودة ما بتخلصش فيبعدية تسمها أصناف إيه؟ أصناف مستديمة لكن الأصناف زي المواد الخام دي بتكون معدة للاستهلاك أصناف مستهلكة يعني لو بنستخدمها بتخلص زي مثلاً أنواع الوقود وزي كل أنواع الخامات اللي بنستخدمها في التخصصات المختلفة في مدارسنا بستخدمها وبتخلص فيبقى اسمها أصناف إيه؟ معدة للاستهلاك طب الأصناف المستديمة هل معنى كده؟ إنها هتفضل مستديمة طول العمر لا بعد فترة معينة يعني بعد عدد من السنوات الأصناف دي أو المعدات أو الأجهزة دي خلاص بتتلف ولا يجد فيها الإصلاح ما بتنفعش يتعمل لها صيانة تانية فبترجع بقى للمخزن مرة تانية ويبقى في الحالة دي تسمها أصناف إيه؟ أصناف غير صالحة اللي هي خردة أو كهنة يبقى هنا نرجع للسؤال تاني بيقولي الأصناف المستديمة هي التي من طبيعتها تفنى بالاستعمال لا طبعا الإجابة خطأ السؤال اللي بعديه بيقولي التدريب خدمة من خدمات ما بعد البيع صح ولا غلط يمكن كنا تكلمنا قبل كده برضو على خدمات ما بعد البيع ويمكن كنا قلنا خدمات ما بعد البيع بتنقسم لإيه؟ في عندي حاجة اسمها النقل والتركيب دي أو الخدمة يعني في بعض المعدات أو الأجهزة بتحتاج الشركة المصنعة بتحتاج النهاية تنقلها لحد العميل في مكانه وتركبها له وتسلمها له شغالة زي مثلا أجهزة التكييف مثلا دي بداية خدمة من خدمات ما بعد البيع اللي هي النقل والإيه؟ والتركيب عندك خدمة الصيانة والضمان برضو من خدمات ما بعد البيع الخدمة الثالثة التدريب والتدريب برضو بعض الشركات أو المصانع اللي هي بتبيع معدات أو أجهزة معينة بتعمل دورات تدريبية لو كانت بتبيعها مثلا لشركات أو مصانع أخرى بتعمل دورة تدريبية للعمال أو الفنين اللي موجودين علشان تعرفهم كيفية تشغيلها يبقى خدمات ما بعد البيع دي خدمات الشركة بتقدمها يا إما مجانية يا إما بأسعار أو بمبالغ رمزية زي ما قلنا النقل والتركيب الضمان والصيانة والتدريب يبقى عندي السؤال بيقول لي التدريب خدمة من خدمات ما بعد البيع صحة أو غلط؟ طبعا الإجابة صحيحة نشوف فقا السؤال اللي بعدين بيقول لي اختر من المجموعة واحد ما يناسبها من المجموعة اتنين وصل يعني المخزن الإقليمي المخزن الإقليمي كنا خدناه برضو الحلقة اللي فاتت وقلنا أنواع المخازن ثلاث أنواع فيه مخزن رئيسي ومخزن إقليمي ومخزن فرعي المخزن الإقليمي هنا معنى إيه؟ رقم 4 تحت بنقول هو الذي ينشأ لخدمة الجهات والمناطق المحيطة به طيب التسويق هتروح لرقم واحد هي عملية دراسة الأسواق لتحديد مواصفات المنتجات رقم 3 المناولة هي الحركة الدائبة للأصناف والنشاط الأساسي داخل المخازن والمناولة برضو زي ما قلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت المناولة بتنقسم لقسمين منولة يدوية ومنولة آلية السؤال رقم 4 بيقول لي التدريب ها لسأيلين وحالا خدمة من خدمات ما بعد البيع ورقم 5 من أعمال المخازن استقبال المنتجات وأعدادها للشحن نشوف السؤال اللي بعدها بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأكواس التكلفة الغير مباشرة يصعب ربطها بوحدة منتج معين ولا لا يصعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا